لكن العهد الجديد بتشوف قصة أخرى كليا بتختلف جاء يسوع المسيح جاء مثال الكمال وكمال المثال جاء الشخص المبارك المكتوب عنه يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه مكتوب عن يسوع كان يسوع يطوف كل قرى الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت وكان يشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب فجاء يسوع المسيح برسالة الملكوت الجديد وبداية ملكوت جديد اللي بيتخلى لحضور المسيح وقدرة المسيح وشفاء المسيح ورسالة الخلاص من يسوع المولود من الرب بيحصل على الحياء الأبدية صار في رجاء صار في ضمان صار في أمور جميلة جدا من خلال عمل يسوع الكامل الكفاري بموته على الصليب وقيامته من بين الأموات وهذا لم يكتفي فالرسالة استمرت لنشر هذا الملكوت الجديد من خلال الرسل الله استخدمهم بولوس وبطرس وصنع أمور خارقة حتى كانت منديل تلمس جسد بولوس أو خيال بطرس كان بيشفي الناس وكانوا بيخرجوا الأرواح الشريرة لاحظ كل مرض وكل ضعف وكل هاي الأمراض حتى الأوبئة والبرس يعني الرب يسوع شفى كل أنواع الأمراض منها البرس وهذا هو الشفاء اللي هو واحد من مكونات الملكوت الجديد هذا السلطان منحه الرب يسوع لاستمرارية عمل الكنيسة على الأرض في هذا الملكوت الجديد